نفخ النفخ الثاني ينمع من الأرض ثم نحشر إلى أرض المحشر بداية الحشر يحشر الناس على حسب أحوال قلوبهم كما قالت على وإذا النفوس تزوجه يبقى أهل الطاع مع أهل الطاع وأهل المعصي مع أهل المعصي وأهل النفاق مع أهل النفاق من أول البشرين إلى أخل البشرين الرابط بينهم حال قلوبهم يوم لا ينفع مالنا بنون إلا من أتى الله بقلبي سليم لم يقل بعمل سليم ولا بقلبي سليم فعلى حسب حال قلبك ستحشر مع أمثالك وإذا النفوس زوجه هذه البداية بداية الحشر على هذا النحو ثم يأذن الله بأن تدن الشمس بعد أن تبدلت وصارت شمس جديدة خالص شديدة السواد شديدة الحر حرها أضعاف أضعاف شمسنا اليوم فتدنم رؤوس الخلائق فيتصبب الناس عراقين كما جاء في الحديث تدن الشمس مرؤوس حتى تكون فوق رؤوس العباد بميل يقول الإمام قرطبة رحمه الله تعالى والميل عند العرب له استعمالان الميل المكاني 1600 والميل مرد المقحلة الذي يستخدم استخراج القحلة من مرده يعني أربعة سنط يقول الأمام قرطبة جمعا بين المعنيين فأبعدوا الناس من الشمس آنذاك بينهم وبينها 1600 وأدناهم منها أربعة سنط والناس بينها زين الشمس تدن منا فتصبب الناس عراقين ولسنا بأجسامنا هذه بل سيجمع علينا كل أعضائنا التي قطعت من أصفار حتى عزكم الله يعني الختان موضع الختان عند الرجال سيعود إلينا إذن جاء الحديث يحشر الناس يوم القيامة حفاتا عراتا غرلا أي غير مخطنين فأعضاء نستعود إلينا أهل الجنة سيأتوا كما جاء في الحديث على طول آدم ستون زراع وعلى جمال يوسف عليه السلام وأهل النار النبي يصفهم فيقول يعظم أهل النار في نار حتى أن ما بين شحمة أذن أحدهم وعاتقه مسيرة سبعين يوم وحتى أن غلظ جد أحدهم سمك جلده مسيرة ثلاثة أيام وحتى أن درس أحدهم مثل جبل أحد وفي رواية مسلم وحتى أن مقعدة أحدهم مثل ما بين مكة المدينة لأن عرض مقعدته خمسمائة تيلة إنسان يحشر بهذا الحاجة وتدمي الشمس من رأسه والحديث يقول فيتصبب الناس عرقا وعرقك لك لن يطغى على غيرك الماء مش هاجه هناك من عالي الواطي أبدا عرقك لك هيحط بك هيحاصرك قال فمنهم من يغطر عرق كعبيه من أيناء العرق الذي بذل جهده الله عرقه في الدنيا يقل نضحه يوم القيامة والذي ضن على الله بجهده وعرقه وطاقاته سيلجمه الله في عرقه يوم القيامة قال فمنهم من يغطر عرق كعبيه ومنهم من يغطر كبتيه ومنهم من يغطي منتصفه ومنهم من يلجمه العرق يغطي فمن ويتمنى الناس أنا ذات أن يصرفوا ولو إلى جهنم من هول ذلك الموقف سبعين عاما على هذه الحالة لا ينظر الله إليه موقف رهيب رهيب النفخة الثانية نفخة الإحياء للإنسان وللجان وللوحوش ليحشر كل هؤلاء في أرض المحشر بهذه الكيفية الرهيبة جدا 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 بهذا الموقف العصيب سبعين عاما على هذه الحالة